ترجمة نانسي قنقر هنا ممكن يكون الزمن ممكن يكون السرعة وممكن يكون التسارع لنا هنا في عندنا ثلاثة متغيرة فقط هذا القانون يستخدم لما يكون في السؤال المطلوب منك واحد من هاي ثلاثة الشيعة ورح ناخذ مثال عليه يعني على حسب السؤال انت تقرأ القوانين هذي يعني قلنا لك المتغيرة رح يكون اما السرعة اما التسارع اما الزمن وانت تقدرها ثاني شي عندك المسافة النهائية يساوي المسافة الابتدائية زايد السرعة النهائية مضروبة في الزمن نهائي زايد نص مضروب في التسارع مضروب في التسارع النهائي تربيع بعدين عندك هنا السرعة النهائية تربيع يساوي السرعة الابتدائية تربيع زايد اثنين مضروبة في التسارع المتجه مضروب في التغير في المسافة هذه الثلاثة القوانين لها حاجة رئيسية واحدة كله يشترك فيها اللي هي انه التسارع ثابت لان اسم الدرس اصلا التسارع ثابت اذا التسارع الثابت يجمع ما بين الثلاثة القوانين هذي الثلاثة القوانين هذي كل واحدة لها مميزة او خاصية تختلف على الثاني على حسب السؤال ورح ناخذ امثل عليها اشتركوا في القناة